نادي بر هذا الشي على أولادي ليه؟ آآآ بابنتك أنا و للجهور عشر ثواني للمشاركة أهلاً معفوطة بسوأين تسميلي جيد الإنسان ما هو اللي بقرره تس بحثتني من هودة أوف موغن على قلت أنا شقول إنه إنت حاليا بألمانيا عين وين الشرف وين هيك يحب مع إني هيك هل ينا نشوف النتائج اللي بحضة الفضاء عن الجهور الموجود معنا هنا موسيقى أنا بأي شي بتعلق بالمهنة تبعي أنا بحب نفضل إلي أنا أخذ قراراته بحيث إلي أنا مع دايق أهلي و بحيث إني ضمن شو إنا نحبين يعني أنا بعمل اللي بدي أهنا تلك يعني من أنا و صغيرة هذا الشي كان يعني المميز عنا بالعيلة إنه من إحنا و صغار بابا و اما تركينا الخيارات لإلنا طبعاً إنا نعلمونا على الطريق الصح مثلا بابا قال في دخان في كون دخان في كون دخان إنت و أخوك ما عندي أي مشكلة بس هاي أضراره انتوا أحرار رح تعملوا هاتش بابا؟ ماما كمان يعني الحزن حظن أنه بابا و اما عندهم طريباً نفس السكر يعني على صعيد الدخان قالوا إنه في دخان هاي الدخان كون جروا جربوا بس هاي أضراره كان عندنا أنا أقفوا مثل القرار يا أما من دخان يا أما من دخان يعني كانوا تركينا كل الخيارات قدامنا بس مع فرجنا العواقب و أنا أقفوا كان عندنا الخيار يعني كانت خياراتنا تشبه خيارات أهلي لأنه هن فرجونا الطريقين ما الخبوا علينا فتشوفنا إن أمي قالت إنه بدت ترك ألمانيا أنا هاي دي ما في تحملها شو كان الموضوع؟ لأنه أول ما إجينا على ألمانيا وأدركنا موضوع أنه فيه ومن الأمدوية أدركت أنه فيش في بديد لخالد وهودا لأنه عندي أخيص وخالد أكبر مني بسنة شافت إنه فيه بديد ممكن خالدو هودا يتركوني ويروفو لعندون فهي هوم بلشت تخاف خافت إنه أنه خالد لتعلم بالمدارس إنه إذا صرخت علينا لأنه إحنا بالنهاية عادة شرقية عادي لإم تصرخ لإم تدرك يعني بس يعني هي كانت هي مش عادة هي بتحصل تحصل يعني هي بتطير بس ما نحطها دوم النومي يعني هي بتحصل فهي كانت خايفة إنه أنا وأخوي إنه نحنا نتشرب هاي الأفكار وخلصت تركها ونروح فبالبداي كان عنده صراعة تير قوي حتى فاتت يعني هاشتعجل وانت عامت؟ ايه شو صارت؟ كان عنده الخوف هي الحالة صارت عنده هي الحالة يعني من نشفناه نسمعناه هي الحالة تولدت عنده حالة نفسية حتى فاتت على المشفى لمدة أسبوعين لعبين ما طلعت إنه من إنه أولاد عاديين ما رح يتضعوا ومالحة الكوة نحنا منحب إتح نضل معاك هي الحالة فاتت بريني لحالة والأفكار حكينا عن 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 أو عن مكتب حماية الأطفال أو الشباب ياللي كتير بيصير فيه جدل عليه والناس عنده بعض التخوف منه سألت البعض من الجالية العربية هنا في برلين إنه شو رأيكم شو الحذر القلق أو شو بتفكروا لما تسمعوا اليوغند أمت في بعض العيال العربية اللي عايشة هون دائما بس نذكر اليوغند أمت بيكون عندها شوي حذر بيكون عندها شوي ألع عندك أنت أيضا هيدا الألع أو الحذر أي بلد بالعالم أنت بتخاف على أبنك قبل كل شخص أو أي حكومة أو أي شيء تاني يعني وباعتقد على في كتير ناس مظلومة أكيد بس في كتير ناس مظلومة مع اليوغند أمت أما بالنظلومة في ناس ليه بيكون حدا عامل هيك أو شيء بس إذا أنت ما عم عامل أولادك منيح ما عم تأثر معهم بشيء من كل النواحي ما بيدخل ليك أنت أمت فيك أنا عندي ابن عنده نشاط حركة أوي كلنا منعيش هيدا الأمور وقت اللي مسلا أنا طلبوا مني يده يده يفوتوا على البيت تشوفوا كيف أنا بتعامل مع أبني فقلت له أنا لا أنا ما بدي حدا يفوت لعندي أنا بعرف أتعامل مع أبني كيف ترجع الشغلة للأهل بذاته يعني للأهل بصير في مشاكل بين الزوج وزوجته بيوصلوا للمواصيل اليوغند أمت أنا بدي مشكلة مع زوجي في اليوغند أمت بالعكس اليوغند أمت كان كتير حنين عليا وكتير متابع حاجاتي وساعدوني وعملوا لي في فاميليا هيلف إذا تعرفنا على رأة المختلفة فيما يخص موضوع مكتب حماية الشباب أو ما يسمى هنا في ألمانيا باليوغند أمت رح نبدأ أيضا النقاش حول هذا الأمر مع الحالة أيضا الموجودة لدينا عاسم كنت تتحابب تعلق على موضوع تفضل موضوعين الموضوع الأول للمدام اللي حكيت معي موضوع أنه بنتينا لازم أخاف عليها بمصر بالفترة الأخيرة بألمانيا البلد ما راح تقدر تطلع بالليل لحالها والأهر راح يخاف عليها هذه النقطة الأولى أنا بتشعر هذا حسب تجربتك إنتل النقطة الثانية حضرتك بتقول إنتل لازم تحترم رأي المشاهدين دائما وتعطي حقائق لإلون بالدين الإسلامي ما اختلفوا العنماء العنماء الجميعهم قالوا أنه الجبول بالدين الإسلامي ممنوع هذا رأيك وأهلا وسهلا أنك دائما تشارك معنا وتعبر عن رأيك بكل حرية عاصمة عشان لك نحن ساعدين أن أنت تكون اليوم موجود معنا تعرفنا على الآر المختلفة حابب أيضا الآن أنه يشارك معنا الجمهور من خلال التصويت حول موضوع أيضا التربية يلي موجود هنا في ألمانيا وهو خاص بموضوع اليوغند أنت يعني إذا كان عندي اليوم تحديات مختلفة في التربية بتأثر على سلامة ومصلحة الطفل بدعم تدخل الدولة إذا قلت نعم أدعم تدخل الدولة فجيب عليها بنعم وإذا لقى بتقول لقى إذا العد التنازلي لهذا التصويت يبدأ الآن إذا انتهى التصويت هل إذا في تحدية تسمح بتدخل الدولة نعم أو لا ومتشوق لأعرف نتائج هذا التصويت من خلال الجمهور المشارك معنا والأكثرية الموجودين هنا قالوا نعم ووافق على هذا وعشرين بالمئة قالوا لا حتى نتعرف على الأراء مين من الجمهور الموجود معنا قال نعم ومين قال لا مين قال نعم فضل ومين قال لا فضلي مايك ساشا إذا في بين نعم وفي بين لا ستعرفوا عن أسكم وباختصار لو سمحتوا بس قربوا لعندي شوية ورح نطلع كلنا على الكاميرا اللي هون إذن عملنا التصويت وأنت أجبتي بلا لما لا لازم عشان أنا ممكن أحل أي مشكل معاملتي وشفتك حد حتى مش الدولة وسأي حد تيني أصلا إن الداخل في ذلك أو أنا تعودت على هذا إن أنا أحل مشكل معاملتي سواء هنا سواء حلف علمانيا أو مشوى علمانيا أهل تقول نعم أنا يقال نعم لأنه ده كان طفل ما عنده مساعدة وأهل يكونون مثلاً يعني فين ضد الطفل سواء حقاً الضربة لعنفه فما عنده قوة أو أدولة أو يدافع عن نفسه فمين راح يدافع عليه مهم بحالي اللي حكى عنها شو بنعمل؟ فبالحالة نحكي عنها ممكن نحن لو احنا مش قادرين او خلاص فشاننا تماما نحن نستعين بحد لكن خير كده انا مصر على لك شكرا لكم للمشاركة معنا والتعبير عن رأيكم ضمنا الينا الان المزيد من الضيوف سعيد ان اعيد مرة تانية الترحيب بك هيام اهلا وسهلا فيك وايضا سعيد ان ارحب باب سوري سحب مكتب حماية الشباب اطفاله الاربعة ويقول ظلمت حسب رأيه وكل ما اريده هو عودة اطفالي لي ماجد القاسم اهلا وسهلا بك وسعيد ايضا ان ارحب بمدير مكتب حماية الشباب هنا في برلين غينة شباط اهلا وسهلا بك اذا اهلا وسهلا بي ضيوفي وظيفاتي اللي الان انضموا الينا واماجد انت تقول انك تعرضت للظلم من وجهة نظرك شو الظلم اللي انت بتشوف انك تعرضت لالو من مكتب حماية الشباب هنا في المانيا استاذ جعفر انا تواصلت مع عن طريق اليوغن امت صارت مشاكل عائلية بيني وبين زوجتي وطلعت انا من البيت تركت البيت ومشيت بدون اي مشاكل يعني ما في اي مشاكل انا زلمي بيشتغل في السائق في الامازون بيطلع الصبع عالشغل برجع المساء ما في اي مشاكل يعني انا صار لي متجوزها اربعة عشر سنين مخلف منها اربعة طفال طفل الاول اتناعش اخر طفل اعملها اربعة سنوات وما في اي مشاكل وطلعت انا وقت اللي جيت وعمل المشكلين مجاهزين امور تب ليه اخذوا الاطفال اخذوا الاطفال اليوغن امت دخل في الموضوع موضوع الاطفال وانا وافقت على دخول اليوغن امت وتتعاملت مع اليوغن امت كل مصداقي كنت اتعامل معهم بمي بالمية لما كان عندي اي مشاكل اه رح لعم المحكمة اول مرة المحكمة قالت الحضاني خمسين بالمية اليك وخمسين بالمية للام الاطفال رح يظلوا عند الام حاليا نحطوا الام تحت الاختبار ثلاثة شهور وبعد ثلاثة شهور منشوف اشو فيه احداث جديدة ومنقرر عمودي بالاحداث البدا تصير اليوم شو سار وقت اللي بلشت مدة ثلاثة شهور طبعا هون انا اطفالي كانوا الاثنين الصغار عندي بالبداية قبل ما اضلع الشهور كانت تساعة ثمين ونصف الصبح تتصلوا علي ولاد اتنين واحد عمروا خمس سنين واحد عمروا اربع سنين تصلوا علي مكالمة فيديو وحبيبكو اتنين عن كنو عن كانوا عند امون تاز بس شغلي عشان قانونيا ان الام ليست موجودة هنا عشان ما نحكي عنها وليه انكم ان تمثل نفسها اليوم ولكن طبعا لدي الحق الكامل ان اذا اي شي حاب تقوله تقوله في البرنامج او انه تتعبر عن وجهة نظره عشان هي مش موجودة لان ينقال شي عنها لا تمام انا تصلوا علي اولادي ساعة ثمين ونصف صباحة بيبكو اتنين ليش عبت بكو بابا قال ماما تركتنا في البيت وطالعت يعني طفل عمره خمس سنين وطفل عمره اربع سنين انا اركبت سليم بس عندي السؤال هو بالاصل ليه تم اخذ القرار انه تكون لحضاني لان ام ومنه لعلك اه طلع القرار انا متهم انه اندف هاوس فيربوتين من المحكمين قال المحكمين قال الخارج انا ما كنت اخبر في هذه الموضوع نهائيا وبالدولة محكمياً كمانكم بس نتمون فاصلين القاضي على كلامه هي أنه أنا عندي هاوس فير بوتن وأنا ما كنت أخبر في هذا الموضوع نهائياً يعني لا أجاني بست لا من بوليس لا من القاضي لا من محكمي ما أجاني بست هاوس فير بوتن نهائياً بتاتاً وكانت تقلي بالزيارة وقتلت تقلي إلي ليه سحبوا الأطفال يعني أنا أعرف في الوقت نحكي 3 ساعات بس السبب الأساسي حسب رأيك أنت ليه سحبوا الأطفال سحبوا الأطفال للطفل الكبير كان عيش عندي في البيت اتصلوا على اليوغن قمتوا قالوا لأنا ما بدي عيش عند أمي واجعاش عندي الولد وكنت أنا حالي لمشغل وأخدته على المطعم رح ننتعشي أنا وياه وأخدت أخواته معه الحك الحضاني للأم حفظت تحكي مع الأم وعندك أنت 20 متر ممنوع تقرب على شقة الأم حسب الأوراق وحسب المعلومات المعلومات أول ما طلعت إجاني هاوس فير بوتن من البوليس لمدة 10 تيين فقط إجاني أول ما طلعت للبيت هاوس فير بوتن 10 تيين وأنا نمشيت في القرار بس يوم اللي أجي وسحبه أطفالي أنا أولادي معايا في المطعم عملت عشا خلصنا عشا وما بيشي بي عب صور الأولاد وبعث لأمهم الصور وما بيشي جيت عبرجل أطفال التلادي صغيرين على البيت والكبير معي صارت مشكلة وضربوني بسكيكين صار في ضربوني بسكيكين إليه عشان نوضح ضرب سكيكين صار من قبل عائلة زوجتك زوجت زوجي نعم إذن في مشاكل بينك وبين عائلة الزوجة في مشاكل بينك وبين زوجتك عشان يعني أنا بتفهم كل التفاهم اللي عندك هي لأنه أنت بحاجة لأطفالك ومشتاء لأطفالك بس حتى بس نحن عنا هون القرار المحكمي المحكمة الأمسكي غيشت محكمة الأسرة خلينا بس أعطيك بعض الأمثلة العملية اللي مسكورة بهذا بهذا الملف يلي على أساس تم أخذ القرار اليوم لا أنت ولا زوجتك لكون حق الحضاني واليوم الأولاد اللي عندكم موجودين في مكان بعيد عنكم واحد على سبيل المثال إذا ممكن الترجمة تكون بليس بالعرب اللي أنا حقولها بالألماني ثي تات يهوي نحن عين مجبالسا من قبل كان من قبل ترفي أنه يلي من قبل كانت إنه فيه استعملت أنت العنف واستعملت أيضا التهديد واستعملت أيضا البلايديجون عندما أخذت المحوكة من قرار وانتما فيكد أدام عالا الشيء عم أولادك لا عشرين متر أيضا المتلوكة على الكندر بادوكون عن دل أم أيضا في كنفلكت بين الألتن بين الأم والأب أو بأوا يوميا يكينة وابدون فنوهدون ان الالتن جيش يجب أن يواند أخرى على أساس ونقل تجمع باتمانات ترجمي عمد كون عم توصال أي أنه يمكن أن تساعد المساعدة في المعجابات المعجابة في المعجابات المعجابة. لأنهم لا يستطيعون أو لا يستطيعون المساعدة أيضاً الأولاد في صراع يعني حسب التقرير أنت تقول شيء عن زوجتك وهي تقول شيء عنك والأولاد بالنسبة لأنهم يمكن أن يكون عندهم سلام داخلي هذا صحيح التعبير هذه بعض الزيطات مع الأسباب القانونية أخرى التي لا يمكننا أن نذكرها لأنه هذا القانون والداتنشوس للأسفل أنت لا تقرر ما تريد في هذا المحدد هو لأنه ليس فقط أليس ألطبع الجاملة إذا كانت عدوة في البلد احد الهاتف تقول هذا كل شيء عنك سمعت القادة واحد السلبي تبع عم الأولاد وما فعلت تسمع الإجابة يعني هي بس شابت أنه صار في مشكلة في الموضوع خلص سحبت الحضاني أنا اليوم أولادي أنا أقرب مثال أنا اليوم أولادي عبيحكم معي أنا مبيرحك أنت زيارة عند أولادي تمام أولادي لحتى هاي اللحظة في الكمات أنا ابني عمره 12 سنة صار له عنده في الكم شهر صار يشرب دخان سيكارته بإيده صار يدخن ويمشي في الشارع ما حد له علاقة فيه بس هذه الحالة الموجودة حاليا خليني نسألك بطريقة تانية وين بتشوف مسؤوليتك أنت عين أخطأت هذا صح التعبير عين أخطأت بتقول اليوم هذا كان تصرف من إبلي خطأ وأنا كأب قصرت اتجاه أولادي أنا كأب ما قصرت اتجاه أولادي أنا أخطأ محكمة بتحكي لغة تانية تحكي معي المحكمة البدهية المحكمة وين القانون مع المرأة قلبا وقالبا إذا كان تنتقد أيضا الأم تنتقد الأم والأب لا القانون منتقد أن القانون عندهم في القانون هني بفكرني أنه خلص القانون مع المرأة مع المرأة ما عندها مجال يعني خلص أشو ما سوى الأب لازم المرأة تكون على حق أستاذ أنا أولادي وحدي شيقا حالا وحدي شيقا حالا وطفل تاني ضرب أصباته بسكين قطي أصباته بأخذ هذه الصور للمحكمة وبروح للمحكمة وبروح لليوغن أمد شخصيا لليوغن أمد أنا هاي الأطفال لو أنهن عنده في البيت وصاير في هناك أنا بتسووني إرهابي في هاي البلد وأنا مجرم في هاي البلد من الضبط اليوغن أمد المسؤولي الكبيري تقول لي ده استيقال هادي أطفال يعني بيصير أنه عابيل عبارة وصار محوم هاي المشكلة ليش؟ لعندي لا ما هو إيقال وعندي أمه وبيصير هذا الموضوع إيقال عشان ما نعمم يعني هو ما في أي شي هون بيقول أنه بيصير عند أمه استيقال وعندك إيقال هذا عم تعطينا عن رأيك؟ هذا ما نذكره كله غاية صور أنا أحكي بس قانونياً لأنه مهمتنا جداً أنه نميز بين الرأي وبين الوقائع اللي صارت يلي هي نحن نستند عليها حسب هذه المحكمة وممكن أنت أيضاً تعترض عليها هذا حقك بس أنا بس أريد أن أذكر لي موجود في هذه المحكمة غاينة ذكر عدة نقاط النقطة الأولى أنه اليوم القانون بيحمي أوتوماتيكلي المرأة وهو أوتوماتيكلي بيعطي الحق الحضاني للإن أيضاً قدم مستندات مختلفة ما أخذتها طبعاً أنت ماناك معين بهٰيز كما سعبين يسلق عن هيداً لكن هل يحدث المحكمة تفضل يوجه في المحكمة؟ لأن الكثير من المحكمة أوتومات المحكمة ومثل في الأحيان أنتم متأخيزين هناك دقة الأحيان leverage لا يوجد الأشهور التي يتعاون المخدر من عدقاً التنافيذ بالصور الإنساء که رب 때 اسأله شخصة بعض الأفاق في المنارة ABD بن一個 مرافقين في يبدأ الأسفل ومثلت النبات الأسفل والأسفل بأسفل اعضافة المنارة أن يكونون بتدرو الأسفل على الإنسان لا يمكن أن يكونوا من اعتبار في امها يحصر أن الهن السوق السفل يحصن الملت الأسفل ومثل عن تحيّ تستمر تحصيل مكوليين ويانا يتصف جديد فنسان الثالث وهنا الرسال ماهن وإن أنه يزال لكي تنبقي للدى يتعلم أن يتعلم أن أدربًا لديه وقال أيضاً العمل أنه يساعد أصدرًاً تتعلم أن يكون لديه تأتي جزائي ويساعدت أن أصدر أصدقائه في المعنزل بسرعة تابع لاص động ينتظر مع ذلك وحلا منفس المشاطات أكثر لبتت دخلو ينزل على مدرسامة الجديدة على حيث Åسابين وأن نسنتجة صباحة ويصف نحن بشكل أعمال. وحسب لا يقيم هذه الأخرى، أجل في الصندوق الوظف أولا، أقترب من إسلاء المقال، فإن الثالثة أولاهر سأتت كذب أن نتعرضها تلخل، حتى المواردة الذين يعطون مدرسون من أجب بفيديو، لا يقترب من يمكن تتعلق في فأنا فأنا، في مناسبة حيث أخفال لا التقافس المخصص به الأعمال لماذا يتدخن أولادي بدي ترك البلد؟ كانت فضلت خوف في البداية قبل أن أصل إلى ألمانيا فأنا قلت عايش أولادي ألمان بس ما عايش في ألمانيا فقلت أتخوف إذا وصلت لألمانيا وممكن أن الأكسي أبو الأولاد الألمان الدنسية ممكن أن الألمان يكونوا يأخذوا الانحيز بتاع الألمان ويأخذوا أولاده مني الحمد لله اتخصت الخطوة وجيت وأنا من هون أشكر اليوغان عامت متى منطقة دبيدين كتير ساعدوني كتير عملوا لي سبورت وما لقيت من أي حتى يعني تعامل معي معاملة إنسانية غير اليوغان عامت أنا أولادي وفر لي السكن وفر لي سبورت وفر لي اهتمام وضلت أنا كنت فاكرة يعني حكاية بتاعت 6 شهور 7 شهور ممكن أأخذ الزرقة ومشت الحضانة وأروح لبندي للأسف الشديد يعني حتى أحطه الأب مجال إنه يكون مع أسرته مع أولاده يعني يكون في كونتاك وضلينا محاكم ست سنين لحد ما أثبتت إنه أنا القديرة بأولادي وأنا الشاي للحمل كله من ناحية تعليم من ناحية تهزيم من ناحية تدريس من ناحية رعاية اهتمام إجازات كله فأعطوني حق الزرقة فشت لي أنا وأنا زرقة غيرت الحضانة يعني أخذتها بعد 6 سنين يعني ما أعطوني من الأول هيك يعني حاولوا مع الأب وكانوا بكتيئة عندي كان كمين فمية هايسا بتساعدني في الأول حاولوا كتير إجمعوا بيناتنا عشان يكون في كونتاك بين الأب والأولاد المهم يعني لما نلاحظوا إنه اللوضوع ما منه يعني إلس يكون ما منه مستقبل لقدام فأعطوني أنا الحضانة وأنا بشكرهم كتير وهم عملوا صبورت والحين أنا كمان بشتغل في المجال الاجتماعي أنا فاميليا غيفة وهم اللي ساعدوني لأوصل إلى المنطقة وعطوني الأمان إذا عم تقول أنت فاميليا غيفة سمعنا تجربة اللي اللي عاشة ماجد وهو عنده نائد لليوغند آمد حتى عنده نائد للمحكمة وبيعتبر أنه فيها شيء ما نسمعه لإله هل هو حالة استثنائية وانا بتشوفيها موجودة؟ باحتمال يكون حالة استثنائية لأن أنا معلش ما بعرفه بسمحتي لا تعفل عمد كي غيش تأبني نعم نعم في شك في عدم ثقة بين العائلات وبين ساعتها اليوغند آمد بصراحة عن تجربتي أنا وأنا الحين بشتغل مع اليوغند آمد أنا ما حسيت عمره اليوغند آمد كان يوقف بين الأسر عشان يأخذ الأولاد أو يوزع بناتهم أو يعطي الفراون حق أكتر أو يعطي الراجل حق أكتر اليوغند آمد ينظر للطف فين المكان اللي هو ممكن إمبوت بين المكان اللي هو ممكن يطرعرع في الجو صحي جو بيئي عشان يكون هو مستقبل لهذه البلد معجد؟ أنا بعكسه تماما أنا أب قد ما كان إني ما رح يكونوا إني أحنع أولادة مني حتى يعني أنا اليوغل أمد أولادة ممنوع يلتقوا في بعض يعني مين يا أولادة أنه يلتقوا مع بعض يعني أنت يلا قابل تقول أنه يجبعوا الأب والأم والأولاد يعني حسسون الأولاد أنهم ما في مشاكل لا نحن بيشتول على العكس بيحاولوا بعض أولى يعني أولاد ممنوع يزوروا بحض على التليفون ممنوع يكو قلن إنو اليوم حددون مسلاً زيارات على ممنوع شوف الكل سوا حتين كلواحد في كامب يعني مالحيطين أولادة الأربع سوا ليه خليبس ألعينا لي بعملواه Lever يكتنا عن حديد أساني يمكن أن يكون مخفضة مخفضة حيث التي يثبت بربط لذلك الأن هم حيث أن تكون لهذا طوال الوحيد والي في هذه الأنة تأثير لأنه يوجد في السابق ثم يضب على حد التناني Aber es sind nicht einfach irgendwo mal fünf Plätze frei. Wenn es schnell gehen muss, wenn es eine Obfutnahme passieren muss, dann müssen die Kinder schneller da gebracht werden. Dann geht es um eine schnelle Maßnahme jetzt in dem Augenblick. Und im Weiteren wird man darüber reden, wie es weitergeht. Also das erste Interesse, das wir haben, ist eine Rückführung zu den Eltern. Am besten zu beiden, wenn das nicht geht, zu einem Elternteil. Da wird dann viel Kraft rein investiert. Wenn das nicht geht, wird es sicherlich darum gehen, entweder über eine Pflegefamilie nachzudenken oder eine Einrichtung zu finden, die tatsächlich drei, vier Kinder auf einmal aufnehmen kann. Also diese Entscheidung fällt zuallererst mal das Familiengericht. Wir sind daher in der Art, also sowohl was die Sorgerechtsentscheidung betrifft, als auch was im strittigen Fall den Umgang betrifft. Wir setzen die Entscheidung des Gerichtes um, wir entscheiden das nicht. Man trägt vor Gericht seine Gesichtspunkte vor und das Gericht sozusagen fällt die Entscheidung. Die müssen auch wir berücksichtigen. Aber wir können nicht anders handeln, als das Gericht das vorschlägt. Und in sehr strittigen Fällen ist es in der Regel der begleitete Umgang, also der Umgang mit einem Elternteil, einem Kind und einem Sozialpädagogen dabei, weil einfach verändert werden muss. Da steht ja hier auch ein Beschluss drin, dass eine Instrumentalisierung der Kinder passiert. Und wenn so eine Situation emotional sehr, sehr hoch kocht, und das wird sie natürlich, wenn alle Kinder zur gleichen Zeit den Vater treffen und sich dabei auch noch alle dann nach der Zeit, in der sie in Not untergebracht gewesen sind, wieder sie, dann ist so eine Situation nicht mehr beherrschbar. Und wenn man das einigermaßen im Griff halten will, auch im Interesse der Kinder, die ja wieder zur Ruhe kommen, dann macht man das im Eitel. Und wenn man das nicht mehr beherrschbar hat, العنف اللي كان موجه للأولاد العنف اللي حسب المحتمين أنا اليوم قادر أرجع ربي أولادي الأربعة وأصرف عليهم وشتغل وقدم لهم داعت بشقة غرفة واحدة صحيح؟ حالياً هي ما بحسن بفض يعني البيت العادي أيضاً ذكرنا بأنك قاعد أنت بغرفة واحدة أنا يمكن أن يكونوا معك وأيضاً تزوجت وأنا تزوجت وخلق جيني أنت تزوجت دينياً بس قاعد من منفصل عن زوجتك يعني أنا عندي مرة تانية عندي مرة تانية هي بتشيل أولادي معك هذه أيضاً لح تلعب دور بكل هذا الأمر إذن لحنتابع معك من وجهة نظرك أنت جائز لحنتشوف إذا من وجهة نظر المحكمة من وجهة نظر اليوغند آن إذا رح يكون هذا الأمر ونتابع معك طبعاً موضوع مكتب حماية الشباب ممكن يناقشوا لا ساعات وعملنا حلقات خاصة عن هذا الموضوع ولكن بدأ وقت الحلقة ينتهي ولكن قبل انتهاء الحلقة سأجمع بين شخصين شخص وصل منذ حوالي عشر شهور إلى ألمانيا وشخص آخر الذي تعرفنا عليه بالبداية الرابر مودي اللي هو من 2015 ماذا يقول شخص وصل من 2015 لأونمار بكل تجارب التغيير وأيضاً تجارب مختلفة هنا ماذا يقول لشخص لسا واصل دعوني أرحب بكم ما تحضلوا وينه وتقول أنا لازم ألجأ لهون الضغوطات العنصرية بالتركية أدي لك عيش بتركية؟ سبع سنين شو واجهت؟ شو اللي عشته؟ واجهت عنصرية كتير وعدم دفع أجور الشغل كام دي تعرضت للضرب أنا أكل ستكين مضاري تعرض لعنف كتير يعني بالشارع تكون أنت مصرف من شغلك رايح بيتك بيجوك بدون سبب ثلاثة أربعة شخص واحد وهذا شي معروف عند الأتراك يعني مو أنا الشخص الوعيد اللي تعرضت لها شي في حالات موجودة تم توثيقها ولكن ليس معروفة عن الأتراك كلهم عشان ما نعمم ولكن في حالات اليوم تحدثنا عنها هذا نسبة كبيرة في حالات موجودة فعلاً عن سوريا كما هي موجودة هنا موجودة أيضاً في تركيا وتم توثيقها من إبن جمعيات حقوقية مختلفة الآن لك عشر سنين عشر سنين بعد عشر سنين مستضيفة نكون لك عشر سنين هل هي لك عشر أشهر بعد سبع سنين عشر أشهر شو التحدي اللي عندك هي حالياً لما وصلت؟ عندي حماس أني تعلم اللغة وأرجع ابتدي الشغل من جديد بدأت تعلم اللغة؟ بعد 11 عشرة يبقى لش الكرس 11 عشرة وليه استمر لوقت طويل ليه ما قدرت أبكر أنك تأد سوري؟ أنا دورت كثير عن مدارس اللي قريبة علينا فكل الكرسات عبيانة أضرب كرس بتاريخ 11 عشرة الشهر الجاد ولما وصلت لهون هل كان فيه أيضاً تحديات ثقافية حسيتها صعبة حسيت جو مختلف لإلك؟ كلنا وصلنا لألمانيا بالحقس بالحقس انبسطت وحسيت بالأمان كثير أنا بما أني وصلت لألمانيا شفت الأمان اللي كنت فائده بالتركية رغم أني كنت عايش بين أهلي حلا بحس حالي بأمانة له مودي هو عمار عم يحكي لما وصل من 10 أشهر فلاشباك لما أنت وصلت إلى 2015 كيف كان وقتا لإلك لما وصلت هكي شو قلبك شو حكيه؟ أنا ببداياتي أعفوا لمودي ما ليش قطعك ببداياتي كنت تابع لمودي أول ما فتح الغنابس بعدين قطعت هلأ الضغط بالسغل والعمل هلأ لسعينا أوكي وهلأ هلأ مش تشاركوا تجارب مع بعض خلينا نشوف مودي لما وصلت تعرف أشياء أوه مرفية هلأ؟ هلأ بالمايك اللي هو مرفية؟ أنا ما مريت بالشغلات مثل هو أنا طلعت من سوريا ضد دايريكت لهون ولكن أول ما وصلت أكيد كان موضوع كتير مختلف أكلت صدمة ثقافية سمعتني شوي كانوا عم يحكوا أنه في صدمة ثقافية أنت بتعيشها أول ما بتجي شو هي؟ العادات التقالية حتى عم نستوى النكة اللي بتضحك الألمانية مختلفة عنا حياتهم طريقة عيشهم نظام اللي إحنا ما نمتعودين عليه يعني إحنا هون في نظام وفي قانون أكتر من بلادنا العربية بشكل عام يعني هو سوريا تحديدا فبالبداية كان صدمة ولكن مع الوقت لا أنا صرت نوعا ما أخي نور اندمجت اتعايشت صار كتير صار النظام والقانون جزء من حياتي كما بتقول اندمجت هي كلمة انتيغاتيون أو الاندماج في عليها نقاش كبير ماذا تعني ولماذا أنت لألك شو يعني إنك اندمجت اندمجت أني قدرت اتعايش ببلد جديد أنا جاي علي أنا ما لي والدان هون أنا والدان بسوريا ربيان بسوريا ربيان على ثقافة سورية ربيان على قيم المجتمع تبعي أنا جيت لهون سيب بدي اتعايش مع يعني أنا جاي على بلد عيش فيها قدمت لي فأنا مشبر أني أنا أحترم القانون تبع هاي البلد بعيدا عن إذا كان القانون فيه في شي بيصبح لشغلات بعيدة عن قيمة وبعيدة عن المبادئ تبعي ولكن أنا كوني وعايش بهاي البلد أنا مشبر أني احترم هذا القانون فهي شغلة صعبة بتكون عليك أنت أنك تقدر ولكن بدك تعايش معها لأنك بدك تحترم القانون البلد اللي انتعيش فيه وفيه أشياء صدمت فيها وقلت وعلى بعد مرور حوالي 8 سنوات لو وجودك هون تغير رأيك لأنه بالنهاية سوسا ذكرت هذا الأمر في البداية هو نوع من التغيير ما بيصير من اليوم لبكرة هو بيمرو بمراحل مختلفة فيه أول ما وصلت قلت لا يمكن أن أقبل هذا واليوم بعد مرور 8 سنوات أصبحت تقبل ما لك كنت تقبله من 8 سنوات يعني مو كل شي أنا قدرت أتقبله أكيد يعني لا لا مو كل شي فيه شغلات أكيد مثلا عشان أعطيني أمثل عملية لنفهم يعني كيف ديلك الحرية الزايدة مثلا مثل معك أنا عم نشوف كنت النقاش من أول حلقة فيه كتير شغلات تيب فيه تشدد ببعض الأماكن وفيه كمان أنت أنت يعني حرية زايدة فهي الحرية ما بتكون زايدة بس أنت قلتها زايدة فشو هو الزايد يعني مثل ما كان عم ينحكم شوي موضوع أنه أنت ابنك ما عد فيك تسيطر عليه موضوع القانون الجديد اللي نازل مساحنا أنه ابنك أنت صار له حرية أنه ما عد تقدر أنت تسيطر عليه أو هو ممكن يروح عند المحكمة وعند الدولة أقول أنه أنا بدي أعمل كذا وكذا وكذا وأهلي ما عم يسمحوا لي وأنت هون عم تصفى أنه أنت مالك قدران أن تسيطر على ابنك أو مالك تسيطر تزرع فيه قيمك ومبادئك لأنت بدك ياه أي شغلة أكيد أنا صعب علي أني يتقبلها يعني ولكن بحترم القانون لأنه عايش لا أفهم وجهة نظرك أنت عم تستعمل كلمة سيطر لما أعتبرت أنه أنا ساعد ابني أفهم ابني أعطي مجال لأ أنا ما أمكان خاني التعبير ما أصدي السيطر بمعنى أني أنا سيطر عليه أوكي أوه سيطر على هو شو بتو يعمل لا لا أنا فيني أتفاهم مع ابني فيني أتناقش معه فاهموا ليش الغلط من شوي كانت عم تحكي صبيه شغلة إنه قالوا لأهل الدخان موجود ولكن هاي أضراره بتحبي تدخني روح يدخني فأنا بحب هاي هاد النمط بالتربيج تبقى شعالك ترفضها هون يعني ما في كتير شغلات بممكن برفضها أنا بس قلت لك الشي اللي بي يعني خليني يقول لك الشي اللي بيتنافع مع قيم المجتمع أمثلة عملي يعني موضوع المسلية بس فأنا ما بتقبله ولكن بحترمه بصدد القانون لأنا فرض علي أني أنا أحترمه بس أنا ما بتقبله يعني ممكن أن لما لما ابني مثلا بيجي هيكون صعب كتير الموضوع علي أني أنا أتقبله مثلا ترفض حسب ما تقول هذا الموضوع بس بنفسك عشت الرفض لما كنت في سوريا لما غنيت لما حكيت عن الحرية ولما حكيت عن مواضيع تم رفضك ليه بعد ما تم رفضك ما زالت ترفض الآخر كمان أنا ما حم برفضه للآخر أنا منرجع ونحكي شغلة ب يعني الصعب علي يتقيل الموضوع أني ما ربيت على هذا الشيء أنا لأصدي أنا فكرة الرفض يعني لما تعيش أنت بنفسك الرفض لماذا تحول لتقبل خاصة أنت بتعرف معنا الرفض لماذا زالت ترفض حيث حريت قرارك أنت بس عشان افهم عندي افهمان عليك لأنه أنا في عندي مبادئ أنا عليها في عندي دين أنا ما أشي عليه فهذا الشيء كنو بنافي هاي المبادئ وهي القيم اللي أنا مااشي عليها صعب علي يني أنا أتقبله ما ما قدرت ما عرفت صعب الموضوع ما أنا يعني ديني بيمنعني مبادئ بتمنعني الطريقة اللي أنا تربت عليها اللي أهلي ربوني عليها بتمنعني بس هذا ما بيني انه شخص ضد حرية الآخر أو ضد أنه يعمل شو ما بده ويعمل شو ما أنا شخص كمان ربيت بأب وام كانوا أعطيني حريتي بكامل لأنني أنا أعمل شو ما بدي ولكن ضمن في حدود بالنهاية في حدود لازم توقف عنده وستطيلنا الفكرتك عمار الآن إله عشر أشهر رسالة منك لعمار بتقوله إياها بعد ما أنت مريد بتجارب مختلفة وهو لسه واصل على ألمانيا كالاجة وإنت عشت هاي التجريب شو بتقوله طلع فيه لإله لإله أعمار ما في شي سهل أول شي وهذا الوقت اللي أنت فيه حيمضي أزما كان هو صعب هو حيمضي وحتقدر بعدين أنت طالما أنت عندك هدف ونقطة أو ضو بآخر النفق اللي أنت شايفه حاطة بدك توصله ما بظن أنه في شي حيقدر يمنعك من أنك توصله وإذا أنت فعلا ركست فيه وفعلا حطيته يبالك وخصوصا أنه أنت بألمانيا ألمانيا هي بلد ما عنده سقف لطموحاتك طموحاتك قد ما كانت كبيرة وأنت عم تشتغل عليها حتقدر توصل فحاول قدر الإمكان أنك أنت تشتغل على الهدف اللي أنت شايفه لأنه حتوصله 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 هو لها السبب بأمكان لها السبب أنت جاءت لألمانيا عركة تركيا واجيت فأنا بالمدة هاي بعد ما طلعت من الكامب أربعة شهور صار لي بالهايل كلما أروح دور على مدرس وعشف المابلاء يصير ترجع على البيت صيبني كآبة يعني وصلت معي أني بدي روح شوف طبيب نفسي مرأت بهذه التجربة أنت مودي بهذه الثعوبة فيه أنا حكيت معلاجين عندهم يعني ممكن لأي شغل ويرجع على الكامب والكامب يكوني بعيد لسه أنا قام في عندي شغلي أصعب لسه أنا جيت لهون أنا أصلا مغني ومعروف بسوريا واضطريت هنا أنا أشتغل سنة ونصف بالمعامل وبالتنظيف وبال فكامان هاي كان صابق يعني كان واتفي أماكن كنا عم بشتغل معي ويكون في جنبي حدا فانز إلي بيسمعني فيتفاجأ أنه أنت شو هم تعملون ولكن نرجع على نفس الناطا كان في عندي هدف كان لازم مر بهاي المرحلة اللي قادر وصل له ولكني أنا إلا موجود معك يعني فقط هنستاعدين إنه أنت اليوم موجود معنا مودي وعمار نتمنى لك كل التوفيق أيضا نرجع نتلقى معك بعد 8 سنوات ونشوف وين توصل شو الهدف اللي عندك هي الأساسي هدف إنه يصل لأهلامي وحق نتمنى لك كل التوفيق وتوصل لأهلامك ولا أهدافك وبذلك أريد أن أشتر جميع الضيوف وضع إصلاق اليوم اللي كانوا موجودين معي وأيضا الجمهور شكرا جزيلا لوجودكم لا وجودتكونا اليوم معي و فكينزا أفوزة باتكون والبداية كانت مع وطبعا المشاهدين والمتابعين والمتابعات شكرا لكم والبداية كانت معمودي والختام أيضا الآن معمودي شكرا جزيلا شكرا شكرا لكم لا ما ترضى سقردي مشقل والطير جامح والوقت صعب آخرته يمضى غربتلي ضايع كثفي شنطة والطيبة ضعفين لهيك قتلتها والغرب فاجأ أنا ما اختصبت أنا ما أزيتها لكن ضربتها والطامة خلصة لسه القلم شغل جابرني أنصت أنصر بسيلا وغف وسني ضايع جواب أسطورة مثل كتب الأساطير ما نصت حياتي ملوية بس ملا تفسير رحظتي محسوبة يشتري وما حدا فيكم مربح العز وكلو عم يطمع بعشمي والعشم ناقل ببلاب ما ظلم نفسه بس ظلمنا خوف مين الله أنا عبد الله منصور بالله بعفوي الله يا يا الله يا يا الله بتعرف بي أني ما قدرت انسى حارة لي ما حبيتها تخيل لسا عتب ذاكرتي ولسا عتو اسمي مرسوم على حيطة وطبعنا من خلط يجبرنا نوقع فيه طلع في عالم معلما سقط موجود الخير رسا في مبدأ بطل في شرف كلهم باع معرض عم بأول الفترة لزمي الصداع وضعيت الهجوم من بعد الدفاع ما بحب العب دور المظلوم ولا ظبط اتماعي المكلوم أنا المأجور ونفسي وغلط بس مجبوح ببحور ظلني عم ضمت جراح حتى أشفيها أبوادي اعطاب بجراح قلوب الناس بداويها شيبت شعري الأغاني هل يا تراني شو بتعرف عن الساعات والسواني السماعات وأنا رضيان والله عايش معاكن للأسف إجباري والحزمة حالفني للاقي تفسيري يا شاب المصالح يبيع بدل ليرة يا سامكن الأسود لي مفعول وساري لو بروح قتيل لأني ريل صاحب الظلط طويل ناحية الصخر بإزميل يا زميل قطع البحر بالميل طرق ببيل بيشي جرام النار والدار رح أخده لو نام سنيه والعصف يفيني أعصار والنار بتمي تنيه طب كيف أحلامها بكلي بدخلك لمن بتحكيه ما في حاليف يا لطيف أفكارك لي بدخلك ما عاد فيه تخويف والليب ما بيعرف كيف يخفيه طب نوكي ما في تصريف والعملة اللي لسلت شو بيعليه تعبت عحلمي وشريت ما كانت بسهر رحلتي سيرت الليالي وعيت أنا والصاحب اللي قدرت صحب ما ردد عسوء للكواكب ولا شافتني بجواب اللنجوم تركت القاع والحلم مضاع ما ظلتني متمسك بكل القيود ماسك بميكن إيدين أخطابوت عبروا شعر أديب ومغوت معترفوا عيش جوات الصراع من بعد ما ربط بطيقل القيود بنيت البناء وزد عناعي وزد عناعي وطل المحالم تخلوني نفسي لأنها كانت والآن ما ظلت نفسك ويبدو المستحيل ليس بيزائف يوجد قيود نوقع عقود ونبني قواعد